السلام عليكم مشاهدي قناة التعليم الجديد أهلاً ومرحباً بكم في فيديو جديد أن نتعرف فيه على كيفية عمل البحث خطوات مثالية لعمل أفضل بحث لكن قبل ما ندخل في الموضوع أنا حابب أقول كلمتين أول حاجة الناس اللي الآن من جهة البحث محدش يقلق البحث مفهوش أي صعوبة إطلاقاً وولادنا هيعملوه بسهولة وانت هتقدروا تساعدوهم بكل سهولة أي واحد هيعمل البحث سواء عملت بخط إيدك وسلمت المدرسة أو حملت بنفسك على المنصة التعليمية فالطفل إن شاء الله هو الطالب ناجح وهينتقل إلى الصف اللي بعده يبقى احنا كده كده لازم نعمل البحث فيك طرق عندنا لعمل البحث سواء هتسلموا على المدرسة أو أنت اللي هتحملوا على المنصة التعليمية الحاجة التانية اللي عايزة نبه عليها كده كده هنعمل البحث فياريت الأولاد هم اللي يعملوه وانتوا تساعدوهم يعني أنتوا عرفوهم خطوات عريضة كده واحد اتنين ثلاثة هتعملوا إيه وعرفوهم هيعملوا إيه وهم يبدأوا يبحثوا وانتوا معاهم لكن ما تكونش انت وليه أمر وتعمل البحث من أول وآخر والطفل ما يعرفش عنه حاجة أنا بقول كده ليه لأن أكيد الفترة اللي جاية مدامة الوزارة لجأت إلى البحث كبديل عن الامتحانات يبقى الأيام اللي جاية الوزارة هتضع خطة لإنتخال الأطفال أو الطلاب يقتربوا من التكنولوجيا بحاسة الإنترنت ويتعاملوا مع الكمبيوتر والأجهزة الزكية دي فرصة ندرب أولادنا وكده كده الفترة طويلة جدا معنا لسه لحد 15-5 فخلاص الكلام ياريت أولادنا هم اللي يعملوا البحث وإحنا تكون مشرفين عليهم أو نساعدهم نروح بقى للبحث البحث ده موجود هتلاقيه على المدونة الخاصة بتاعتي هتلاقي إرشادات وهتلاقي موجود كمان البحث بصغتين صغة البي دي اف وصغة الورد إيه الفرق إنت لو هتحملها عندك وتطبعها وتكتب على خط إيديك البحث وتسلمه للمدرسة يبقى أنا أفضل إنك تنزل الملف ده بي دي اف علشان الخط ما يتغيرش لو إنت هتنزله على الكمبيوتر وهتكتب على الكمبيوتر البحث تحمله إنت بنفسك فمن الأفضل إنك تنزله صيغة الورد علشان تقدر تعدل عليه اللي اتنين كده كده هسيب لك الرابط بتاعهم موجود على المدونة ورابط المدونة وصفحة التنزيل هتجدهم في الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله وتعالى حي كمان مع ملف الورد أنا بستعمل خطوط ربما ما تلاقيهاش عندك فأنا أيضا تركت لك مجموعة من أفضل وأجمل الخطوط العربية اللي لو نزلتها ما هتلاقيش البحث بايز ولا حاجات نبدأ بقى نروح للبحث بسم الله الرحمن الرحيم عنوان البحث وده هو يعتبر غلاف البحث هنا بكتب عنوان البحث الوزارة قالت إنها تنزل لكل صف أربع أو خمس موضوعات هيختاروا بموضوع الموضوع ده هيكون له رأس موضوع زي مثلا كده لما قالوا المناخ أو قال لنا الماء أو الطقس أو أي شيء زي ما هيكون بعد كده فيه إيه ما ننساش تاني حاجة بيانات الطالب الصف الدراسي كود الطالب لو واحد فقط يبقى هيكتب هنا الكود لو تلاتة أو اربعة أو خمسة يبقى أنت محتاج خانتين تاني أو تلات خانات على قد الطلاب اللي هيشاركوا في البحث وتكتب الأكواد طبعا الوزير قال إن ما ينفعش نكتب الأسماء إحنا هنكتب الكود الصفحة الثالثة هيكون فيها إيه مقدمة البحث إيه هي بقى مقدمة البحث اللي هي عناصر مختصرة للبحث أجيبها منين العناصر أولا غالبا واللي إحنا متوقعينه إن الوزارة هتنزل الموضوع معاه أسئلة أو عناصر معاه أسئلة يبقى أنت هتاخد السؤال وتصيغه على هيئة عنصر أو فكرة معينة يعني مقدمة البحث مجرد وصفه أفكار أو عناصر اللي هتكتبه في البحث الخطوات بتاعت البحث خلاص كده المقدمة انتهينا منها طيب لو الوزارة ما نزلتش أسئلة يبقى أنا علي أن أكون عناصر أكون العناصر الدمنين من خلال الموضوعات اللي موجودة عندي في المنهج العنصر أكيد بتاع اللغة العربية هيكون غير العنصر بتاع الدراسات غير العلوم وهي دي هتكون المقدمة كده نوصل لموضوع البحث زي ما احنا متوقعين وقلنا إن إن شاء الله الوزارة ممكن تنزل وده الغالب إنها تنزل معها أسئلة يبقى أنا هكتب السؤال الأول ده ممكن يكون خاص باللغة العربية لو واضح ومكتوب إنه خاص باللغة العربية بقى تحت السؤال هنا هكتب اللغة العربية وهنا السؤال طيب وبعد كده هنا في الخانة دي هكتب الإجابة بعد كده المراجع وده شيء مهم جدا المراجع إنت جبت الكلام ده من إين حليت من إين أولا إحنا عندنا المكتبة الرقمية اللي هي المذاكرة الرقمية ودي هترك لك الرابط أسفل الفيديو هتدخل عليها وبرضو في نهاية الفيديو هقولك على طريقة البحث فيها يبقى أنا هكتب كده مثلا المذاكرة الرقمية أو المكتبة الرقمية طيب أسهل حاجة أن أنا هجيب هجيبه من كتاب الوزارة اللي هو أكتب المدرسة سواء العربي أو العلوم أو الدرسات أو رياضات أو غيره تمام لو أنا جبت من العربي بأكتب كتاب اللغة العربية الصف الثالث أو الصف الرابع وهكذا جبت من الدرسات هكتب أيضا جبت من المصدرين هكتب المصدرين أو المرجعين تمام طيب ينفع أجيب من المواقع الإلكترونية ينفع أبحث واجيب من داخل المواقع الإلكترونية بس ألازم أكتب اسم الموقع الإلكتروني اللي أنا جبته منه تمام طيب واحد ممكن يقول لي وانا ينفع اجيب من كتاب الاضواء او سلاح التلميذ طبعا يفضل لا ما تكتبش سلاح التلميذ او الاضواء ليه لان اللي موجود في سلاح التلميذ مكتوب في كتاب الوزارة والاولى ان انا اكتب كتاب الوزارة وما اروحش للكتب التعليمية الخارجية اما الايه يعني الوزير قال الكتاب الخارجي يقصد به كتاب من مكتبة من اي مكتبة مثلا مكتبة عند والدك مثلا او عند صديق ليك كتاب معين بيتكلم عن الموضوع ده فانت جبت منه فكرة او جبت منه معلومة فانا اكتب اسم الكتاب اللي انا جبت منه يعني مش المقصود به الكتب الدراسية الخارجية زي الاضواء وسلاح التلميذ وقطر النادى وما لا زلك يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه المراجع وهنا طبعا السؤال التاني والسؤال التالت لحد لما نخلص الاسئلة انا سايب لك هنا خمس صفحات طبعا في سنة تالتة ممكن ما نستخدمش الخمس صفحات ممكن في اعدادي ممكن نستخدم اكتر من كده كمان بعد ما خلصنا الاسئلة والمراجع زي ما احنا شايفين كده والاجابة عليها نأتي الى تلخيص نتائج الموضوع بقول ايه في نهاية هذا البحث الشيق الممتع والذي اسأل الله تعالى ان ينال على اعجابكم وان اكون قد وفقت في طرح واستفاء اجزاء عديدة من جوانبه استطيع ان الخص نتائجه في نقاط بسيطة ايه يا بقى نتائج الموضوع انا استفدت ايه او تلخيص الموضوع في نقاط ممكن ااخد من كل سؤال واجابة السؤال الاجابة اللي انا جوبتها واكتب تلخيص للاجابة دي او فكرة انا استفدتها ونتيجة انا خرجت بيها من السؤال ده ممكن تكتب اربع خمس نتائج معاك لحد عشر نتائج ما فيش مشاكل وتكون بسيطة كده وسهلة بعد ما خلصت النتائج هعمل ايه همسك المراجع اللي انا كتبتها واكتبها هنا تاني مراجع البحث وهنا واحد اتنين تلاتة اربعة لكن لو انا قررت مرجع معين خلاص لا ما هكتبش مرجع تاني يعني انا جبت مثلا من سؤال المكتب الرقمي وفيه سؤال تاني اجابت من المكتب الرقمي او سؤال من اللغة العربية وسؤال ايضا جابت منه معلومة يبقى انا خلاص هكتب كده اللغة العربية مرة واحدة المكتب الرقمي مرة واحدة ممكن تستخدم هتلاقي معاك أنا هنا عاملك 8 خانات ممكن تستخدم أكتر من كده أو أقل من كده طيب دلوقتي كده خلاص عرفنا البحث وعرفنا الأماكن هنزل البحث وحمله منين انزل في الوصف كده هتلاقي كل شيء موجود تعالوا بقى نروح للمكتبة الرقمية وطريقة البحث الرابط هيكون موجود في الوصفة أيضا هتدخل على الصفحة دي احنا قلنا في الدرس الماضي وقلنا هنعمل ايه ممكن تدخل مثلا انت عندك جغرافيا هتدخل على الجغرافيا وتبحث عن الصف بتاعك طيب فيه طريقة بحث جديدة أنا مثلا هاخد موضوع وليكن موضوع الماء فأنا عايز أبحث في المكتبة كلها فأنا هكتب مثلا كده كلمة الماء هنا في البحث أمامنا وبعد كده هأعمل بحث هتطلع له هنا نتائج كثيرة جدا منها الخاص بيك أو خاص بسنوات أخرى هنا فيه عندي كلمات مها كلمات الدالة أنا عايز أجيب معلومة من اللغة العربية يبقى هنا أشوف اللغة العربية موجود هنا لغة العربية أدوس وأضغط هنا على اللغة العربية هيدخلني على اللغة العربية الخاص بيه الجزء الخاص بالماء أنا طيب أنا هنا لو جدت اللي أنا عايزه مثلا هنا يعني ايه أنا بكتب الماء كمذيب ده موجود في العلوم مثلا يبقى أنا هيدخل هنا وهو يدخلني على الدرس هنلاقي فيديوهات ونلاقي معلومات ممكن تسمع الفيديوهات وتاخد منه معلومة عرفنا كده طريقة البحث على المكتبة الرقمية في نهاية الفيديو أسأل الله تعالى إن أكون قدرت أوصل لكم معلومة واستفدتم من الفيديو بشيء وأكرر دعوتي لحضراتكم للاشتراك في قناتي الجديدة قناة فلاش قناة متنوعة عليها برامج كويسة جدا إن شاء الله الفترة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته